استفق أهالي شلطنم صبيحة الأحد على رسومات لثلاثة رجال يرتدون معاطفة ونظارات شمسية ويستخدمون أجهزة تنصت حول صندوق للهاتف العمومي على بعد ثلاثة أميال من مقار جهاز المخابرات البريطاني GCHQ هذه الرسومات دفعت بمئات الزوال للقدوم إلى المكان هل عاد رسام الجرافيت الشهير بانكسي إلى بريطانيا؟ إني أتمنى أن يكون صاحب هذه الرسومات بانكسي سواء تم تأكد من ذلك أم لا لم تظهر كاميرات المراقبة في شارع نفسه سوى سيارة نقل بيضاء هل يكون هذا بانكسي أم مساعده؟ بعض الخبراء يؤكدون أن الرسومات تحمل بصمات بانكسي لمحالة إنه هو لمحالة، هذا أسلوب بانكسي بسبب ذكر جهاز المخابرات البريطاني GCHQ قمت بالتحدث إلى المكتب الإعلامي للتعليق على تلك الرسومات قالوا لي إنها المرة الأولى التي يطلب منهم التعليق على عمل فني لكنهم نصحوا أي شخص يريد الإجابة بزيارة موقعهم الإلكتروني ليتعرفوا على شكل عملاء الاستخبارات في هذا العصر الأمر الذي سيصيب البريطانيين بخيبة أمل لأن العملاء في الحقيقة لا يرتدون معاطف أو نظارات شمسية قاتمة اللون ترجمة نانسي قنقر